هرجع بقى تاني للعلاقة الإدمانية لأنه إحنا الحقيقة من خلال مقابلتنا مع داكاترا كتير وقرينا كتب كتير وفي حياتنا قابلنا شخصيات كتير الحقيقة أنه العلاقة الإدمانية اللي بتحصل ما بين الشخص النرجسي والضحية أي المكان الشخص النرجسي ده رجل أو ست برضو إحنا مش بنقول أنه النرجسي ده لازم يكون راجل وارد للنرجسي ده يكون هو الست ويكون الراجل هو الضحية أنه بتكون علاقة إدمانية يعني إيه علاقة إدمانية على الرغم أنها سامة جدا علاقة ما بتخلص تلف وترجع تاني وتلف وترجع تاني وتسيبي وتتعافي وترجعي تتنكسي إيه الموضوع ده؟ وإحنا زي ما شرحنا أنه هو عامل أول مرحلة اللي هي مرحلة الشاورينج اللي بيكون فيها آيديال جدا اللي فيها الدراسة السكانينج اللي قلنا عليها وفيها هو بيغرق الضحية بنسميها مرحلة الإجراء في الحب بيغرق الضحية كلام حلو وأعمال حلوة ويقف جنبها ولو تلاقيها مثلا هي بنت ضعيفة ومكسورة لأ هيساعدها مش عارف بحيث أنها تتعلق بيه جدا هو الهوى اللي بتنفسها بعد كده يبتدي يعزلها عن كل الناس فطبيعي أنت معتمدة على حد اعتماد كلي ومعزولة عن كل الأشخاص البقين بتبتدي يحصل لك ديبندنس عليه ديبندنس يعني إدمان أيوة بس أحيانا ده بيحصل حتى بعد ما بيسيبوا بعض ما هو بعد ما بيسيبوا بعض اللي هي الإدمان الفورس برسونة بتاعته اللي هي الشخصية المزيفة اللي هو أوهمني أنا كضحية إنه هي دي صفاته فأنا بفضل طول الوقت بتمنى الشخصية دي ترجعلي وببذل قصارى جهدي علشان أخليه يرجع يتعامل معي بنفس الطريقة والكيفية اللي كان بيتعامل معي فيها الأول ليه فيك أصلا طيب أنا دلوقتي بقى عندي مشكلة كبيرة جدا أنا ليه أكون مع حدا نرجاسي بصفاتي يعني أنا دلوقتي لو هو مش حد أنا حقيقي مش هقدر يكون مش موجود في حياتي تنصحي البنات أو الستات أو الرجالة اللي بيتعرضوا للستات النرجاسية إن هم يكملوا معاهم لا هقولك على حاجة مش هنقدر نقول إنه نقدر نقطع علاقتنا بالشخص النرجاسي كلية كل هنمسك كيس باي كيس ليه فيه ستات فيه ستات مثلا هي معتمدة ماديا على الرجل النرجاسي ده طب أنا لو قلت لها لأ إنهي علاقتك بيه طب ما أنا هخرج كده البيت وهي ما عندهش الطريقة اللي تعيش بيها حياتها لإنه هو عزلها تمام فقدامنا حاجة ملتنين لو إنتي قررت الإنفصال بعد ما كل الطرق خلصت فإنتي لازم يبقى عندك بلاين بيه إن إنتي تترتبي نفسك وتزبطي شغلي ليكي وتزبطي حياتك اللي إنتي هتشتغلي فيها بعد كده بالزبط وتنفذي بعد جلدك عشان تنقذي نفسك عشان تقدري إن إنتي تفليتي بعد كده والعكس صحيح برضو يعني لو الرجل بيتعرض للأذى ده من الست يحاول على قد ما يدر ينقذ نفسك سعيات النرجسي لما بتكوني إنتي لنهي العلاقة مش بيسيبك تنهيها لأن هو عرف ناوة دي اللي أنا كنت عايزة أكلمك عنها في قصة إنها علاقة إدمانية وهو ما بيسيبكيش يعني إنتي لما بتسيبي بيرجع هو ما يسيبكيش لا هو كمان انتقامي يعني مش بس هامل كده ده لو إنتي مشيتي في توقيت هو مش عايز ينهي العلاقة فيه أنا هقول حتة تريكي حلوة قوي دلوقتي لو إنتي مشيتي في توقيت هو مش عايز ينهي العلاقة فيه فأنتي مش هيسمح لك إن إنتي تمشي ولو مشيتي لا مش مش هيسمح لك لا مش هيسمح لك هيعمل كل طرق هيعمل كل طرق ولو مش هيسمح لك لأنه أي سبت أو أي راجل عايز ينهي علاقة بيعرفين هي لا ما هو مش هيسمح لك عشان الحتة الضعيفة اللي في قلبك اللي بيتجيبك تنهي اللي بيتحك عليكي بيها الحتة الطيبة اللي هي اللي فيها الحتة الجدعة اللي فيها التعاطف. مش هيسمح بكده. ايه. فانا افترض انت قدرت تخلاعي وخلاص وهربتي منه. اوكي. حيشن حملة من الهجوم عليك. من تسويق سمعتك. والكلام عليك. والكلام عليك. ومصاحبة صحابك. يا سيبتي. حملة رهيبة. اه. طيب يبقى انت بقى الحل ايه في الحملة دي. ايه. اول حاجة سدي وده. البلوك. بلوك الافكار وبلوك المشاعر. طبعا. الاماكن اللي كان بيزهر فيها وبيعط فيها. الاصدقاء المشتركين. طعي طعي طعي. حاولي على قد ما تقدري تقطعي التواصل. صحيح. ولو حصل. وقدرت ان انت يعني كنت في مكان ومعايا اصدقاء مشتركين. لازم توصلي كلام ده اللي هتوصلي. الكلام ده بقى. ولو كنهم فصلين وفيه اطفال بقى. من هقولك بس الحتة دي الاو. اه. الكلام بقى فيه صديق مشترك ما بيني وما بين النرجسي. والصديق ده بيبقى اردو الطائر. يعني يروح ينقل المعلومات ويروح يعني العصفورة. العصفورة بتاعه. اه ده في منهم كتير. اه. ده ما تتكلميش وحش اطلاقا 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 عن نرجسي. كل كلامك يبقى كويس. اه. ليه؟ لان النرجسي طول الوقت عايز يحافظ على صورته. اه. فانتي طالما انتي محافظة على صورته هو مش هيشن الهجوم عليك. اه. يعني مثل اسماعي الاو. قالك ده طاليقك بيقوله عليك ان انتي كذا وكذا 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 وكلام وحش جدا. اه. والله مع ان انا شفت ان هو مظلوم في العلاقة. ده احنا سيبنا بعض عشان الظروف. مش عشان هو وعيد في شخصيته. يعني تحاول تضحك عالموضوع ده. دي نقطة. اه. النقطة اللي انا قلتلك عايز اقول حتة تريكي. تقفل الباب ده تماما. تقفل الباب ده. تقفل الباب الكلام والحوارات والرغب والكلام ده. ولو اضطرت تتكلم ما تقولش اللي كلام حالو. مم. ناشي. دي حاجة كويس. اه. انا اعظم نرجسي في الدنيا. الحاجة التانية. اه لازل تقول اعظم نرجسي. الحاجة التانية اللي هي التريكي اللي انا قلتلك عليها. ايوة. ما تمشيش غير في مرحلة اللي هو بيعملك دي فاليو. مرحلة التجاهل. مرحلة التقليل القيمة. لان المرحلة دي هو بيرميك اصلا وبيعمل الصمت العقابي. ففي الحالة دي امشي عشان سهل اني تتمشي. لكن ما تمشيش مثلا في مرحلة اللي هو بيغرقك بالحب. او ما تمشيش مثلا في مرحلة استرداد الضحية. ليه لان المرحلتين دول هو يقاتل مقتول. هيرجعك انا هيرجعك.